تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من توب 5 اللي بتجيكم مني أنا محمل عواد كل يوم ثلاثاء البرنامج اللي متفقين تماما إنه ديمقراطي للغاية بحكي وجهة نظري وبعدين بتحكي وجهة نظركم بالتعليقات ولو ما اتفقتوا معي فهذا برنامج نسمع رأي فيه جميع الأطراف في مثال عربي بيقول الغالي سعره فيه وفي مثال ثاني بيحكي لو فيه خير مارا ما اضطير لكن يبدو هاي الأمثال ما بتنطبق لما نيجي نستخدم قانون بوسمال في كرة القدم والصفقات المجانية ففي لاعبين أكدوا بقولة اللي ببلاش كثر منه المجاني له معنى وبيجيب فوائد كبيرة بعض الأحيان ومش كل مرة ما اضطير ما فيه خير بعض الأحيان الطير ما بيعرف قيمة اللي بإيديه حنتكلم عن خمس صفقات مجانية مش بس نجحت مش بس أثرت بل تلاعبت بتفاصيل تاريخية مهمة حتى يومنا هذا نبدأ مع أفضل لاعب في العالم 2020 مع هدف الدور الألماني 6 مرات مع اللي بفوز بالدور الألماني منذ وصل بايرام يونيخ مجانا كل موسم عم بفوز بلقب الدوري اللاعب اللي فاز بأفضل لاعب الدور الألماني خمس مرات هدف كل شيء في سنة 2020 ليفاندوفيسكي صاحب اللي أكثر من 200 هدف حتى الآن مع بايرام يونيخ اللي متوقع في النهاية هذا اللاعب توج بايرام يونيخ بثلاثية تاريخية جديدة ليفاندوفيسكي أصبح أول لاعب بولندي بفوز بأفضل لاعب في العالم مع بايرام يونيخ أعاد الكرة الذهبية أو أفضل لاعب بالعالم عشان يكون دقيقين لبايرام يونيخ بعد تقريبا 40 سنة من الابتعاد ليفاندوفيسكي عمل كل شيء ممكن أعاد هيبة رأس الحرب التقليدي في كرة القدم ليفاندوفيسكي بيستاهل يكون على رأس خائمة توب 5 من الصفقات المجانية اللي أثرت وتلاعبت في التاريخ أفضل لاعب إيطالي 2012-2013-2014 بيرلو رغم تقدمه بالعمر كان عم يتوج بهذه الجائزة بي تلك الفترة بيرلو اللي جاء على يوفي بعد ما ميلان وضعوا احتياطي فقريبا انتقل مجانا وكان ميلان يشعر بأنه هذا اللاعب يفقد التوازن تحت قيادة أليغري فذهب إلى اليوفي بملعب جديد كان بيرلو صاحب أول أسست في ذلك الملعب واللي بيذكروا تلك الفترة اليوفي كان منهار قبلها موسم ثم جاء كونتي مع بيرلو وظهر اعتماد كل في أول 5-6 مباريات على المايسترو الذي يعزف والجميع عم بيمشي على ألحانه في أرض الملعب بيرلو اللي ربما أرقامه طبعا منعرف لأنه مركزه ما بيساعده يجيب 100 هدف لكن بيرلو كان موجود في كل لقاء بيرلو كان هو الرمز اللي أسس ليوفي قوي جدا أسس لمحور مشهور بوجبا فيدال ماركيزيو بيرلو أسس لمطولات دوري 9 سنوات وراء بعض لولا بيرلو ربما ما صارت هذه الهيمنة لاعب اعترف قال ياني أنه بيندمع رحيله بتلك الطريقة المجانية لخص مباشر عكس كل القواعد معه مايسترو عزف كلاعب وما زال الجمهور اليوبي يتمنى أن يره يعزف بهذه الطريقة كمدرم أما صفقتنا المجانية الثالثة فبدأت عام 1998 مع كمانيمن بينطقي إلى ريال مدريد ربما من أفضل من مثلوا بريطانيا خارج بلادهم كان أساسي في توازل ريال مدريد في خط الوسط ساعد بالفوز بدوري أبطال أوروبا 2000 و2002 وساعد بألقاب دوري 2001 و2003 ماك منه من كان لعب مستعد يعمل أي شيء بشان فريقه لاعب من القلائل اللي جاءوا كبريطانيين على إسبانيا وتركوا ناس تحبهم وراهم لاعب قدر ينجح خارج بلاده في أصعب نادي ممكن تنجح فيه كلاعب كرة قدر وبنعرف العداء بين توتنهام وأرسنال وبنعرف قداش صعب تنتقل من أي فريق للثاني لكن تخيل عندما تكون قائد ورمز لتوتنهام وتقرر تروح لأرسنال عام 2001 منه 12 سنة من الارتباط مع فريقك التاريخي منذ وصل كامبل على أرسنال ظهر تحسن دفاعي رهيب قاد الفريق وساعد بألقاب 2002 ولقاب الدوري الذهبي 2004 كامبل كان صخرة الدفاع كان اللاعب اللي أرسنال يشعر بالأمان بوجوده اللاعب اللي أيضا منتخب إنجلترا كان يستفيد ويشعر بالأمان بوجوده اللاعب اللي من يوم ما رحل عن أرسنال حتى الآن أرسنال ما كان عنده دفاع قوي من تلك اللحظة سول كامبل بالتأكيد من الصفقات المهمة ومؤثرة تاريخيا إما لفائدته لأرسنال أو حتى لنظرية العداء بين توتنهام وأرسنال نوصل للصفقة الخامسة اللي احترت فيها كثير يعني في أسماء كبيرة زي منعرف بوكباب بلأ كل هذور كانوا صفقات مجانية لكن احترت أحكي ذيالي لما راعت شيلسي مجانة من يوبنتوس أسس مشروع حقق عدة كؤوس وهذا الشي ساهم لاحقا أن أبراموفيتش يشتري تشيلسي وينقله نقل تاريخي إلى أعلى أيضا واللي أروح على لويس إلريكي آخر ما ننتقل بشكل مباشر من ريال مدريد إلى برشلونة اللي لعب مواسم عديدة مع برشلونة فاز بعدة ألقاب ثم كمدرب عاد ونجح وأفاد برشلونة وإلا لاعب ثالث اللي أنا أحمل له في هذا الاختيار كان بياسو اللي ذهب من ريال مدريد للإنتر مجانا بعد فترة سيئة في ريال مدريد كان بياسو اللي منذ ما وصل للإنتر هو بفوز بالدوية حتى ثلاثية 2010 الثلاثية اللي بدي أوقف محا وخلتني أختار كان بياسو اللي بيذكر كويس الناس أنه لو لا كان بياسو بتلك الفترة كان ممكن معظم أفكار موريني الدفاعيين ما ركبت اللعب اللي كان عم بيعطيه توازن ما بين الدفاع والهجوم اللعب اللي كان عم بيركن عليه ويكون قدها اللعب اللي قدم مرحمة لا تنسى أمام برشلونة إغوارديولا في 2010 في نصف النهائي لما فاز الإنتر 3-1 في لقاء الذهاب في الجوزيبي ميادزا اللعب اللي كان موجود في النهائي اللعب اللي كان موريني ويستغني عنه كان بياسو جاء ملجانا لكن بالتأكيد ساهم مساهم مباشرة بثلاثية تاريخية بتخلي جمهور الإنتر دائما شو ما تناقشه بيقول لك ما عندك ثلاثية سواء كنت تشجع ميلا وعندك دوري أبطال أكثر منه أو يوفنتوس عندك دوريات ضعف عدد دورياته دائما حجابك ببساطة ما عندك ثلاثية ويحقلهم هذه هي التوب 5 اللي وصلنا لها احكوا لي شو التوب 5 تعونكم وحكوا لي أيضا بالتعليقات شو حابين تسمعوا التوب 5 والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة